بسم الله الرحمن الرحيم عن عجز الموازنة والدين العام وكلمنا عالحالة المصرية وقلنا اللي مادة فيها ثلاثة اجزاء الجزء الاول يتكلم عن الحالة المصرية وتناولنا فيها عجز الموازنة والدين العام بالتفصيل والجزء الثاني هو جزء النظريات الاقتصادية والجزء التالت هو التجارب الدولية فانا حبيت اعملكوا جزء النظريات في شكل محاضرات عشان الجزء ده تفهموك كويس اما جزء التجارب الدولية فهيبقى ده الجزء الخاص بكم ان انتو تعملوه في سورة بقى ابحث او في سورة ملخصات كده تذكروا منها ان شاء الله خليني اقول هنبتدي في النظريات الاقتصادية وعجز الموازنة العامة والدين العامة النظريات الاقتصادية الكلية التي تناولت عجز الموازنة العامة طيب احنا هنتناول النظريات الاقتصادية التي تناولت القضية عجز الموازنة والدين العام هنبتدي بالفكر الكلاسيكي ثم الفكر الكنزي والفكر النيو كلاسيكي واخيرا الفكر النيو كنزي طيب عجز الموازنة اولا عجز الموازنة العامة والدين العام في الفكر الكلاسيكي اول حاجة في النظرية الكلاسيكية مبدأ حياد السياسة المالية والتوازن السنوي للموازنة العامة للدولة يعني الكلاسيك بيؤمنوا بهذا المبدأ حياد السياسة المالية يعني السياسة المالية مش هتعمل حاجة كلمة حياد السياسة المالية يعني أثارها زيره الأثر النهائي يعني الحكومة لما تقوم بتعمل زيادة في الانفاق العام هتناول الانفاق العام ده بطريقتين إما اما بالضرائب فالضرائب هتاخدها منين? هتاخدها من القطاع الايه? الخاص. فزيادة الانفاق الحكومي. ايه هي المولة بالضرائب برضو الدرائب دي هتقلل دخل القطاع الخاص. هتقلل دخل القطفاء. الحكومة ما عاليتش حاجة. اغخرت الفلوس من القطاع الخاصة رفيتها هي. تمام? وان المبدأ التوازن السنوي لابد للموازنة اه العام انت توازن كل لسنة يعني لازم اراداتها تغطي نفقاتها. طيب ليه بقى? يبقى هنقول كده تبنت المدرسة الكلاسيكية مبدأ حياد الدولة التام في المجال الاقتصادي. يبقى الدولة اساسا دورها محيط كل اساسا. وقد استلزم ذلك بالتبعية حياد السياسة المالية للدولة. وتوازن الموازنة العامة للدولة. طيب فالنظرية آه الكلاسيكية هنا. سؤالي النظرية هنا دي بدل الاقتصادية النظرية الكلاسيكية تؤمن بمجموعة من الفروض والتي من اهمها سيادة المنافسة الكاملة. النظرية الكلاسيكية بتؤمن بمبدأ المنافسة الكاملة ومرونة الاجور والاسعار. طيب الفروض اللي حطاها النظرية الكلاسيكية بتضمن تحقيق التوازن بين الطلب الكل والعرض الكل في الاقتصاد. يعني هم حطوا مجموعة فروض. هذه الفروض بتضمن تحقيق التوازن بين الطلب الكل والعرض الكل. وبالتالي لا داعي لتدخل الدولة. حيث تعمل قلية السوق على تحقيق التوازن في جميع الأسواق سواء سوء السلع والخدمات وسوء رأس المال وسوء العمل وغيرها يعني الكلاسيك حطوا مبدأ فيه أو مجموعة من الفروض هذه الفروض تضمن التوازن التلقائي بين الطلب الكل والعرض الكل في الامصاد ومن ثم لا داعي لتدخل الدولة لأن التوازن بيحدث دون حاجة لتدخل الدولة يحدث تلقائيا يبقى دي المبادئ بتاعة الكلاسيك طيب قدموا مجموعة من الأسانيد التي تعض ضد مبدأ توازن الموازنة العامة للدولة ايه هي الأسانيد دي اول حجة كلمة أسانيد يعني حجج اول حجة او اول دليل يؤكد او يبارن على الفكر الكلاسيكي قال لك ان عجز الموازنة سوف يمول عن طريق الاقتراب حلو يبقى انت هتمول عجز الموازنة ده عن طريق ايه؟ لو في عجز هيمول عن طريق اقتراب طيب الاقتراب ده لا يضيف طاقة انتاجية للبلد الاقتراب لا يضيف طاقة انتاجية اذ انه يسحب الموارد من الاستثمار الخاص هتاخد الفلوس اللي كان القطاع الخاص هستثمرها اللي هو المنتج استثمار الخاص اللي هو من وجهة نظره من هو المنتج في الصناعة والتجارة كان هيستثمره في الصناعة وما الى ذلك للانفاق على الاستهلاك الحكومي يبقى هم شايفين ان لو فيها عجز في الموازنة هيمول باقتراب والاقتراب ده كان هيسحب الموارد من الاستثمار المنتج استثمار الخاص المنتج للانفاق على الاستهلاك الحكومي بقى انت كده بتاخد فلوس كانت رايحة الاستثمار هتنول بها استهلاك وبذلك يحرم القطاع الخاص من استثمار هذه الاموال في الانشطة المنتجة والتي تضيف طاقة انتاجية وهذا يعني ان الاقتراب الحكومي يزاحم الاستثمار الخاص يزاحم الاستثمار الخاص فالحكومة لما تقترض هتذاحم يعني الاموال او هتقترض الاموال التي كانت معدة للاستثمار الخاص واثر المزاحمة هنا في النظرية الكلاسيكية كاملا كاملا يعني زيادة الاقتراب الحكومي بجنيه واحد كلما الحكومة تقترض جنيه فايراداتها العامة هتزيد جنيه او مواردها هتزيد جنيه استثمار الخاص مقابله هيقل عنده جنيه فما عملناش حاجة خدنا الجنيه من القطاع الخاص اديناه للحكومة فالجنيه اللي زاد عند الحكومة كايرادات قل عند القطاع الخاص كايراد برضو قل من ايرادات القطاع الخاص وبالتالي فان الاثر الكلي لم يحدث تغير الانفاق الكلي لم يتغير وهنوضح ده في شكل بياني في نهاية المحاضرة اثنين ان الاكتراض الحكومي له تكلفة عالية اذ ان تمويل الانفاق العام عن طريق القروض من شأنه ان يحمل الموزنة في المستقبل باعباء هذه الديون من اقصات وفوائد خاصة اذا كانت الحكومة تعتمد على موارد محدودة من الضرائب بقال لك برضو الاكتراض الحكومي له تكلفة هيحملنا باعباء اللقصات والفوائد في الفترات القادمة او في المستقبل ثلاثة ان تمويل الانفاق الحكومي من خلال الاكتراض يعقد من مستقبل تمويل الموازنة العامة للدولة فالنبلغ التي تقترضها الحكومة اليوم لا بد من سددها في المستقبل يعني قال لك كده كده اللي انت بتقترضه النهاردة هتسده يعني كده كده هيتسد بل بالعكس انت هتسده باعباء وايه باعباء في المستقبل قال لك ايه بقى وسدد هذه الديون وأعبائها قد يضطر الحكومة الى زيادة اسعار الضريب في المستقبل يعني في مشكله تترتب على الاكتراض اليوم هتضطر الحكومة تعمل ايه زيادة في اسعار الضرائب فين? في المستقبل. او تخفيض اسعار الفايدة لتخفيض عبء الدين العام. الحاكتين دول. يبقى الاقتراض على النهار ده هيخلي الحكومة تعمل الحاكتين في المستقبل. يتزود الضرائب يتقلل سعر الفايدة. والاتنين دول وكده الامرين يحد من قدرة الحكومة على الاقتراض. الحاكتين دول لو حصلوا هيحد من قدرتها على الاقتراض في المستقبل. ليه? ان قدرة الدخل القومي على الاستجابة للضرائب والقروض العامة محدودة. يعني ايه? ماهو انت عمالة تاخد من الناس قروض وضرائب. ماهو الدخل القاوم القدرات محدودة عشان ايه? هتاخد ضرائب فالجزء اللي هيتبقى انك تقترضه هيبقى اقل. حيث ان زيادة احدهما يؤثر في حصولة الاخر. كما ان تخفيض سعر الفايدة. يعني لو الحكومة لجئت للخيار اللي تخفض سعر الفايدة على القروض العامة زي ما البنك المركزي خفض. هيحصل ايه? سوف يجعل الافراد غير متحمسين لاقراض الحكومة. ما حدش هيسلف الحكومة او مش متحمس لاقراضها لان سعر الفايدة هيبقى اقل. وطبعا احنا شفنا في مصر ان طبعا مع برنامج الاصلاح الاقتصادي. اه حكومة زورة سعر الضرائب. زورة سعر الضرائب. يبقى ايه? عشان تسد الكروض اللي اقتراضتها في الفترات السابقة. يبقى ده بيؤكد وجهة النظر الكلاسيكية في اه عجز الموازنة ايه? اه العامة للدولة. قال لك برضو حتى في حالة تحقيق فائد في الموازنة فان ذلك يؤدي بالحكومة الى الاسراف في الانفاق واتخاذ اعمال غير واعية. مثل الدخول في حروب لا ضرورة لها. يبقى حتى لو حصل فائد في الموازنة يعني الفائد برضو مش مرغوب فيه لان ذا هيخلي الحكومة تنفق تسرف في الانفاق يا باقي. عندها فلوس كتير مش 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 عارفة تعمل باقي. فممكن تدخل نفسها في حروب لا ضرورة لها. كما ان تحقيق فائد في الموازنة قد يعني ان هناك تعسف في فرض الضرائب. برضو الفائد ده معناه انك خطت ضرائب اكتر من اللازم او حملت الناس بعبقى اكتر مما ينبغي. بمعنى ان الحكومة طبعا اخذت ضرائب اكتر من اللازم. طبعا ادم اسميس بيستشهد بيستشهد بتجربة بريطانيا في الحروب. يعني يستشهد ادم اسميس في ذلك بحروب بريطانيا في القرن الثامن عشر والتي اعتبرت في تغطياتها عن طريق القرود. يبقى ادم اسميس بيقنم الدليل في الكتاب بتاعه وبيقول انها حصل في بريطانيا لما كان عندها فائد في القرن الثامن عشر دخلت في حروب واحتلت دول اخرى. برضو استشهد صاي اللي هو الاقتصادي جام باتست صاي بتجربة فرنسا عندما استخدمت القرود العامة في مظاهر الطرف والاسراف. اه انه في حالة تمويل للحجة الخامسة او السند الخامس انه في حالة تمويل عاجز الموازنة عن طريق طبع النقود. لو انت حاولت بقى ما تكتلتش وتطبع فلوس فتعمل ايه? سوف يؤدي زيادة مستوى الاسعار تضخم. وشوفنا قانون حياد النقود بتاع الكلاسيك. اي زيادة في طبع النقود سينعكث اثرها على زيادة مستوى الاسعار. ايه? الحجة السادسة. قالك تساعد الموازنة المتوازنة. يعني لو الموازنة بقى كانت متوازنة على توفير الحل السليم لمشكلة تخصيص الموارد بين القطاع العام والخاص. ففي ظل الموازنة المتوازنة تغطي الدولة نفقتها عن طريق الضرائب. حلوة اوي. يبقى لو الموازنة متوازنة هتغطي نفقتها عن طريق ايه? الدرائب. وهذا يعني ان الاستهلاك العام يحل محل الاستهلاك الخاص. يعني استهلاك العام اللي هو انفاق الحكومة يعني الحكومة ده ده فلوس تصرفها على انفاق استهلاكي. يحل محل الاستهلاك الخاص القروض اللي الحكومة كانت اقتردها دي او او الدرائب دي كانت كانت موجهة للاستهلاك فالحكومة خيارتها مورد بها استهلاك فده عادي ما فيش مشكلة. اما في حالة وجود عجز في الموازنة فان تمويل العجز بالقروض يعني ان يحل الاستهلاك الحكومي محل الاستهلاك الخاص. معناها ايه? ان لو كان الموازنة فيها عجزة فهيبقى فيه قروض اقتراض. الاقتراض ده هيسحب الاستهلاك الخاص عشان نمول به استهلاك حكومة. لان القروض اللي الحكومة سوف تحصل عليها من القطاع الخاص كانت ستوجه للايه? الاستهلاك? يبقى لو الموازنة متوازنة معناها موالة بالدرائب والدرائب دي كانت ايه? يعني كان القطاع الخاص هي استخدمها في استهلاك فالحكومة استخدمتها في استهلاك فعادي ما فيش مشكلة. انما المشكلة في الاقتصاد انك تاخد اموال معدة للاستهلاك تستخدمها في استهلاك. هو ده اللي الكلاسك عايزين يقوله. طيب نتيجة بقى لكل الستة السابقة اللي نادوا بيها. يبقى هما ليه بقى نادوا بضرورة توازن للموازنة السنوي. يبقى علشان كل الحجج اللي هما قدموها دي كلها. تمام? عشان كده نادوا بمبدأ التوازن السنوي للموازنة العامة للدولة. طب تعالوا نشوف بالرسم بياني نأكد يتأثر زيادة في الانفاق العام على الطلب الكل في النظرية الكلاسيكية. طبعا احنا قلنا ان الكلاسيك بيقومون بقانون صوي وان هما بيقولوا فيه مزحمة كاملة. عندما يزداد الانفاق الحكومي بجنيه واحد. زيادة فقطاع الانفاق الخاص هيينفاقه هيقيه اللي بجنيه. طيب فيه نقطة تانية او فردية في الاقتصاد الكلاسيكي بيقولوا ايه? ثبات سرعة دوران النقود. يعني ايه ثبات سرعة دوران النقود? ولا يمكن ان تزداد بتدخل الحكومي خاصة مع ارتفاع سعر الفايدة المصاحب لزيادة الدين العام. يعني لو الحكومة النهاردة دخلت تقترض. الاقتراض ده هيترتب عليه ارتفاع في سعر الفايدة لان هيزداد الطلب على النقود. زيادة الطلب على النقود مش هتأثر على سرعة دوران النقود. يعني ايه سرعة دوران النقود يعني الناس بتحتفظ بكمية نقود هي هي. يعني مش هتتغير لو سعر الفايدة زاد. يعني اذا كمية النقود المحتفظ بها مش هتزيد مع زيادة سعر الفايدة. وبالتالي هنا لن يحفز القطاع الخاص بالتخلي عن النقود مع ارتفاع سعر الايه? سعر الفايدة. يعني لو رفعت له سعر الفايدة مش هيتخلى القطاع الخاصة عن ايه النقود. لان الطلب على النقود عديم المرونة بالنسبة لسعر الفايدة. يعني في النظرية الكلاسيكية طلب النقود عديمة عديم المرونة بالنسبة لسعر الايه? الفايدة معناه ايه? ان لو سعر الفايدة زاد. الطلب على المنقود مش هتأثر. فالمنحنة اللي ايه المنحنة اللي ايه اللي هو المعبر عن التوازن في القطاع النقدي هيكون رأسي. يعني عديم المرونة لان ده بيعبر ان 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 الطلب على النقود عديم المرونة بالنسبة لسعر الايه? الفايدة. طيب هنشوف الكلام ده في الشكل البياني التالي. لو نزلنا كده رسم البياني ده. حطينا هنا الدخل القومي وهنا سعر الفايدة. والمنحنة ده اللي ام. رسمنا المنحنة اللي ام دوت منحنة ايه? رأسي. رأسي لان الفرضية بتاع الكلاسيك بتقول ان منطلب على النقود عديم المرونة بالنسبة لسعر الفايدة. وبعدين رسمنا المنحنة اي اس ده. اللي هو المعبر عن التوازن القطاع الحقيقي. اي اس زيلو هنا. فيحصل التوازن هنا عند النقطة اي. ده التوازن الكل هنا. هيحدث في النقطة اي. فهيتحدد مستوى الدخل التوازني امستوى الدخل القومي التوازني هنا عند اي زيرو. وسعر الفايدة التوازني هنا عند اي زيرو. ده كده التوازن الكلي. هيقابلوا هنا ادي برضو حطينا الدخل القومي ومستوى الاسعار فده الطلب الكلي. ده منحنة الطلب الكلي. وده منحنة العرض الكلي. ده الاجرج الديماند اللي هو الاي دي. الاجرج الديماند الطلب الكلي. والاجرج الاصابلاي هنا اللي هو العرض الكلي عديم المرونة برضو. يعني الاجرج الاصابلاي هنا عديم المرونة عند الكلاسيكلي. لانهما افترضوا التوازف الكامل. هما قالوا دايما قالوا انه دايما السوق في حالة التوازف كامل. يعني الانتاج كل الموارد مستغلة على اخرها. وبالتالي العرض الكل على اخره فعدم المرونة خلاص بالنسبة لمستوى الاسعار يعني زيارة مستوى الاسعار مش هيأثر على الايه على الناتج الكل الحقيقي طبعا فهنا ده مستوى الدخل القومي وبرضه ده مستوى التوظف الكامل. التوظف كامل يعني كل الموارد غير عطلة كل الموارد مستغلة للسغلال الامثل وده مستوى الاسعار التوازن طيب ده كده التوازن في سوق الكلاسيك او الاقتصاد كده ايه بقى اصل السياسة المالية لو حصل زيادة في الانفاق العام الزيادة في الانفاق العام هتعمل ايه هتنقل المنحنة هتنقل الاي اس ايه من اس واي الاي اس تو ايه لحصل وهنا هيحصل ان هيحصل توازن جديد فيه هنا عند ايه وان هنا في النقطة دي فلا هيحصل ان سعر الفايدة هيزيد. سعر الفايدة ده اللي هيزيد مش هيبقى ليه اثر على الاقتصاد. الطلب الكل مش هيتغير هنا. يعني الطلب الكل هنا اهو سعر الفايدة ده اللي زاد ده او نقل المنحنة اي اس ده ما اثرش على الطلب الكل خلاص ولا نقله. اللي قلنا ليه? لان هنا الارتفاع سعر الفايدة ده ناتج عن زيادة ايه? المنحنة اي اس زاد ناتجة زيادة الانفخ العام. فالطلب على النقود مش هيزيد. سعر الفايدة اللي هيزيد ايه? اللي هيزيد بس. وبالتالي ما اصرش هنا على الطلب الايه? الكلي. الطلب الكلي لن يتقص. يبقى دي وجهة نظر النظرية الكلاسيكية فيه. يبقى احنا قلنا باختصار نلخص تاني وجهة نظر النظرية الايه? الكلاسيكية. ده الرأي ده التعبير عن الشرح الرسمي ده. كده انا اه بكده انا خلصت اه شرح النظرية الكلاسيكية. وشفنا باختصار النظرية عايزة تقول ان ان عجز الموازنة لازم الموازنة لازم تكون متوازنة. تمام? وبأمله بمبدأ حياد الدولة وحياد السياسة المالية والتوازن السنة والموازنة العامة للدولة. وبالتالي لجدوى من زيادة الايه? لجدوى للفائد او لعجز في الموازنة. وبالتالي التوازن هو المطلوب. يبقى نكمل ان شاء الله المحاضرة الجاية بقيت الكلام.